مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي هي الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي والأكبر عربيا في مجال التطوير والتميز الحكومي والتي أحدثت حراكا عربيا جديدا في مجال الإدارة يطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال تميز الأداء الحكومي والحديث هنا عن جائزة التميز الحكومي العربي خمس وزارات ومؤسسات حكومية في مملكة البحرين نالت جوائز التميز الحكومي العربي حيث فازت وزارة الصحة بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي فيما فازت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتنمية المجتمع متمثلا في مبادرات خطوة للمشاريع المنزلية فيما فازت إدارة الجمارك في وزارة الداخلية بجائزة أفضل مبادرة تجربة تطويرية حكومية من خلال حوكمة المعلومات الاقتصادية والجمركية لتسهيل التجارة أفق إلى جانب فوز هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بجائزة أفضل تطبيق حكومي عربي ذكي بفضل تجشينها للنظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل كما فازت وزارة شؤون الشباب والرياضة بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب صناعة النخبة ويأتي هذا الإنجاز في إطار ما تبذله حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله للاستفادة من أفضل الممارسات في تطوير الأداء الحكومي لتحقيق الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030 وبرنامج عمل الحكومة حيث وجه سموه منذ الإعلان عن جائزة التمييز الحكومي العربي بتشكيل لجنة عليا برئاسة سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء حيث ضمت اللجنة ثلاثة عشر مقيما محايدا لتقييم أفضل الممارسات الحكومية جائزة التمييز الحكومي العربي شهدت خمسة آلاف مشاركة عربية وأكثر من ألف وخمسمائة طلب ترشح تم استقبالها منذ إطلاق الجائزة التي تشمل خمس عشرة فئة تنقسم بين الجوائز المؤسسية والجوائز الفردية التي تغطي كفة جوانب العمل الحكومي وتهدف الجائزة إلى نشر ثقافة التمييز المؤسسي بين فرق العمل الحكومي في الدول العربية والإسهام في توفير فكر قيادي إيجابي لتبني نهج التمييز والابتكار بما يعزز من قدرة الحكومات على التعامل مع المهام الموكلة إليها عبر التطوير المستمر لمنظومة العمل وأساليبه اشتركوا في القناة